أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل حلقة النهاردة عن المصحف ورسمه إحنا مش هنتكلم عن يعني مش هندي رأينا تقريبا مش هندي رأينا خالص هو كتاب اسمه الفرقان لابن الخطيب جمع القرآن تدوينه جاءه رسمه تلوته قرأته وجوب ترجمته وإزعته كتاب ده الواحد اسمه محمد ابن الخطيب كاتب كلام مهم جدا على رسم المصحف اللي بين إيدينا أهلا بك يا أخي مالك أهلا بك أخي فرحة الكتاب هنبتدي نتناول الموضوع ده إزاي صحيح في الحقيقة هو الكتاب مثل ما اتفضلت في البداية تحدث عن أشياء مختلفة مثل ما ظهر في الغلاف يتحدث عن أمور مختلفة في شئ القرآن سواء من الجميع والهجاء والرسم وحتى القراءة القرآن أو ترجمته ولكن الجزء الذي يتعلق في موضوع القطنة هو عنوانه باب هجاء القرآن ورسمي هذا الجزء من صفحة 53 حتى صفحة 91 فهو يأخذ في هذا الجزء ويتناول جملة أمور متعلقة بموضوع الهجاء ورسم القرآن فإذا نبتدأ بالنقطة اللي هم ابتدأت بها يقول بأنه هو يرى أني في فترة تدوين القرآن بسبب بساطة وتخلف أنا زيك العرب من ناحية للثقافة أو اللغة فأني كان من الطبيعي وخصوص أني فيه عنده نسبة عدم تعليم عالية بمن عدم أمي الصحيح نحن قلنا أني محمد لم يكن أميا ولكن كمجتمع من المجتمعات الأخير أنا زيك المجتمع القديم الأمي هي بمعنى الخط السائد في كل العالم وليس فقط في الجزيرة العربية فماذا يقول يقول كانت كتابتهم للمصحف الشريف سقيمة للوضع غير محكمة الصنع أني كانت سيئة غير محكمة فجاءت الكتبة الأولى مزيجا من أخطاء فاحشة ومناقضات متباينة في الهجاء ورسمها هو يقول بسبب تدني المستوى المعرفي لدى الكتاب الأوائل وبسبب تدني ثقافة البيئة نزاق وهذا أمر طبيعي جدا أني كان الكتابة في سقيمة هو هذا يعتقد وأنه كانت مزيج من أخطاء ومناقضات متباينة في الهجاء والرسم فيقول يتابع في شواعد أخرى طيب وأن ما الذي يستسيغ العقل ويؤيده الدليل والبرهان أنه إذا تعلم فرد الكتابة في أمة أمية فأن تعلمه لها يكون محدودا ويكون عرضة للخطأ في وضع رسم الأحرف والكلمات يقول بما أن السائد هو مجتمع بدائي والسائد والأمي هي الحاكمة الطاغية فالشخص في هذه البيئة لما تعلم بشكل قاصر لا يتعلم بالشكل الكامل يعني لو أنا مثلا أكون أنا موجود في بيئة قبلية بسيطة معزولة عاشي في الصحراء فأنا رح أتعلم الحساب ولكن لن أكون قادر على إيجادة الحساب المتقدم أو الرياضيات العليا أو الجبر العليا فنفس الشيء الشخص الذي في بيئة محدودة وثقافة محدودة يكون عرضة للخطأ في وضع رسم الأحرف والكلمات بيقول هذا طبيعي يعني في الوقت بتاعهم وبذلك نحن لما نشوف شخص إجان من هذا البيئة وبهالبساطة ولا يصح والحال كما قدمنا أن يؤخذ رسمي هذا أنموذجا تسير عليه الأمم التي بتعدت عن الأمي بمرحل أنا أقول يعني الكتاب الأوائل كان عندهم مشاكل خاصة باستخافتهم والذي كتبوه الله يعطينا عافية ومشكرين قوي نعم ولكن لا يجب أن يكون ما كتبوه نموذجا لنا نحن الذين ابتعدنا عن الأمي بمرحل يعني عايز يقول يا أخي مالك أن الناس بتاع زمان دولة كانوا بيغلطوا لكن دلوقتي مش لازم نعبد الحروف دي يعني طريقة الرسم الحرفي ده مش لازم نعبده لازم نقر بأنه في حاجة فيها أخطاء نعم ويضيف وأن نوجب نحن ولا يجب علينا أن نوجب علي ها أخزه على علاتي وفهمي على ما فيه من تناقض ظاهر وتنافر بين يعني لا يجب على أي شخص على أي أمة أن تقبل ما أتاه من الماضي بكل تناقضاته وتنافراته وسوء النقل اللي عنده فيه وصم يضيف الأطراف الكلمات فمن قال يعني هو نموزج أخي يقول فمن قال أن هذه الكلمة قد رسمت قد رسمت بالتاء ما نطقها بالها للصحة للوقوف عليها بالتاء في بعض القراءات هو يعلق ومن قال أن هذه الكلمة قد رسمت بصيغة النفي ما نطقها بصيغة التوقيت للإشارة إلى التوقيت لم يحصل وأمثل هذه الترهات كثيرا في تعالاتهم والتمحولات عندما وصلنا النص القرآني الرسم القرآني بمعنى فيه الضعف وفيه التنافر والتناقض فصار أننا نحن المسلمون المعاصرون هو يتحدث المسلمين المعاصرين صار إشكالي أنه عليهم أن يبحثوا عن حجج وعلى تبريرات للأخطاء الموجودة فصاروا أن هذا كتبت بصيغة النفي ابتدوا يحطوا تبريرات غير منطقية نعم وصمت ترهاتهم كالسيغة في تعليلاتهم يعني تبرى أني حجج أقل من أني نتبرى واهية يعني أسوأ من حجج الواهية يعني هو عايز يقول أن الأخطاء الأديمة تم تبريرها الأخطاء في الرسم المصحف تم تبريرها وسمها كده بين قصين ترها صحيح طيب العلماء المسلمين قدموا أراء بشأن هذا الرسم في الحقيقة هو يرصد هذا يرصده طبعا هو يقول بأن فعلاً العلماء عندما وصل إليهم الرسم المصحف في كل الأسلور الإسلامية لم يأخذوا موقفاً نقدياً من الرسم اللي وصل لأيديهم من الصحف الأولى أو المدونات الأولى للقرآن ولكن قبلوا هذا الرسم وصار يقدموا للتعليلات بالعكس يعني قال بأن هؤلاء الأوائل رفضوا تغيير كتابة الرسم وبالمناسبة نحن لما عملنا موضوع برنامج القراءات قلنا بأن التنقية والتشكيل لما دخل في اللغة العربية لم يقبل سريان ولكن استغرق أقود لغات لما استوعبوها ولتم خبوله في كتاب القرآن يعني عندما دخل العرب أضافوا التنقية إلى الحرف العربي اتخذ العلماء الأوائل قرار بأن لا يجوز يعني أن ندخل هذه البدعة في كتاب القرآن فبقي القرآن يكتب العقود بدون تنقية أو على الأقل سنوات طويلة بدون تنقية قبل أن يقبل المسلمون القراءة نزاك أن ينقطوا القرآن يعني التنقية بدأ في القرآن في القرآن العربية وأخذ مرحلة زمنية طويلة حتى يصبح يقبل في كتاب القرآن طيب أنت عارف أخي مالك بناسبة الجزئية دي هنبص تلاقي يعني ابتدت فيه فيه عقول ابتدت تتحرك شوية عارف ليه لما ابتدوا لما تخش على أي تفسير من التفسير القرآن أو المصحف طيب بص تلاقي المصحف موجود كده الرسمي بتاعه موجود والكلمة اللي هي فيها حاجة متحت في التفسير مسححانها يبقى فيه تطوره شوية يعني قبول بالحاجة لتطور لأنه فلن البقاء اللي كلمة رسم بالصيغة القائمة يعني في كتابة مصحف ولكن رغم رغم الكلام اللي حكاها هذا الشخص يعني أكيد ليقل عن ستين أو سبين سنة هذا الكتاب صدر لما أذكر أظهر بثلاثينات ألف تسعمائي وثلاثينات ولكن رغم الكلام مضى عليه يعني العشرات العقود أو عقود متعددة ولكن ما زال المسلمون إلى اليوم ما طبعنا المصحف عموما بالتبعى الرسم السائد صح الرسم السائد وهذا يعني بمعنى ما قدمه من آراء نقدية بخصوص كيفية الرسم ومشاكل القراءة هذا الرسم يراها يعني بار يعني يعني ما حد أخذ فيه حتى الآن بمعنى التوجه العام فقط مثل ما تفضلتي كتابة ملاحظات في الهوامش أو توضيحات ولكن وقعيا ما زال الرسم هو السائد رغم الحاجة المنطقية للتغيير صح يعني قال كده أن في بعض العلماء أن قالوا كده أن رسم المصحف كده خليه علشان نحجبه عن أهل الكتاب نعم وكان أهل الكتاب غير قادرين عن القراءة يعني يعني مثلا أي كلمة مش هيعرفه مش هيعرف نقرأ يعني هو يحمي طبعا صحيح هو يبدو أن بعض المسلمين قال بأني رسم المصحف له مزية أني غير المسلم غير قادر على قراءته وهي أني بمعنى مزية طبعا لما يكونش قارئ أسيحي متعلم هو سوف يكون قادرا على قراءته وبالعكس ربما سوف يكون أفضل في القراءة ولكن هو يسخر من هذا الكلام ماذا يقول ويا للعجب يعني لأصحاب الذين قالوا دعونا نترك هذا الرسم حتى أهل الكتاب ما يعرفوش حاج يقرأوا ماذا في الكتاب هو يقول يا للعجب كأن الله تعالى لم يرد إيمان أهل الكتاب يعني ولم يخاطبوا بالقرآن ولم يقول قولي أهل الكتاب تعالوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك من الآخر فيقول وكأن القرآن رسالته أنه يخفي عن أهل الكتاب ما هو القرآن يتحدث أنه إله تعالوا فهو يصخر بمعنى المسلم يناقض أحيانا نفسه أو علماء المسلمين يناقضون نفسهم يقولون لا نحن لا نريد أن نحجب القرآن عن أهل الكتاب ويريدون بنفس الوقت أهل الكتاب أن يؤمنوا بالقرآن طيب إذا أنت حجبت عن القرآن وتريد أن يقرأ القرآن طيب كيف بالضبط كده طيب أخي مالك دلوقتي ممكن نجيب أمثلة الحاجات اللي جابها ابن الخطيب مش إحنا يا جماعة اللي جابها ابن الخطيب في أمثلة طريفة ممكن قدمها ولكن هذه أمثلة ما يطريفة بالمعنى الكوميديو بالمعنى النافط للنظر يعني يقول هو يضع في البداية جدول ما هذا موجود جدول في صفحة 64 ويقول طيب شوفه يعني هو يتساءل هل ما أقول كلمة الآن وهي كما تقرأ الآن هكذا تكتب طبعا الخط الأيمن أو بمعنى القائمة اليمنى العمود الأيمن هو الكتابة في القرآن صح واليسرى العمود الأيسر هو كما نقرأ أفل القرآن تكتب هكذا كلمة أعمل العمود اللي هي كما اللي موجودة في المصحف نعم هذا عمود أعملها بلون تاني هذا عمود نعم هذا عمود المصحف هذا العمود المصحف نعم طيب حل وهذه كما تقرأ أو كما تكتب أو نكتب يعني يعني كما نقرأ طيب بهادي الله عزيزي ولكن نحن يجب أن نقرأ بهادي آه بهادي هذه ألف هي هي بس هيقول لك حطت فوها الألف الممدودة طب صحيح لو أتنى أي شيخ خصفال يعني غير متعلم ما حيراها بهد بهد صحيح طب هذه الكلمة في الحقيقة أنباء أنباء طيب بينما هي اللي قصد بها أنباء طيب طب استنى بس استنى الحتة دي لديناها مهمة أوي هنا هنقول اسمها أنباء فكتبوها حسب النط أنباء صح طب لازمتها إيه الألف الأخيرة طيب ولازمتها ده سؤال بنسأله إحنا بنسأل لازمتها إيه الألف الأخيرة طيب كم لأخي مالك الأيكة في الحقيقة كيف تكتب الأيكة بها الطريقة فعلا لأيكة 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 بصراحة لأيكة دي ليس فقط عن الكتاب يريد أن يحجبها حتى عن المسلمين عن المسلمين المتعلمين لأيكة لأيكة طب فين الألف هنا وعلى فكرة ممكن تكون نفس الكلمة دي موجودة في المصحف بش نفس الشكل ده الأيكة نعم ولكن هذا الكتاب العمود الأيمن القائمة في المصحف العلماء لحظي كلمة العلماء ربما ربما القاد الشخص ربما يخمن العلماء ولكن يمكن أن يفشل في قراءة العلماء برضو لو قلنا العلماء بص هنا يا أخي مالك العلماء أو حل تمام في الجانب الأيمن العلماء أو طب ما إحنا لو حننطقها هنقول العلماء أو دي الوا وعليها همزة لكن إيه لازمتها الألف دا لكن 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 لو حاليا أي تلميذ يذهب إلى المدرسة وفي درس أو في حصة الإملاء مادة الإملاء يكتب لكن بالألف بعد لكن هذه لكن يكتب بالأملاء رح المدرس قلوه أنت الشخص هياكل عال مش هينسا مش هينسا طول عمره وممكن يسقطه في المدرسة من إضافة الألف طبعا بالضبط ما هذا الغباء بالضبط هو يتضرب العيل يتضرب وتعقد لكن القرآن لا الولاية ولا الولية الولية الولاية الكلمة يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي لزقت في بعضها كيف صارت تجيلة على لسانه كانت تجيلة على لسانه يا ابن أم هنا تبقى يا ابن أمي بالمنظر دا هيد كارثة هو بعد أني ورد طبعا نمازج أخرى يوجد طبعا نمازج أخرى في الصفحة 64 من الكتاب وماذا يعلق ويقول لاحظي أي يقول أني هذا مع ملاحظة أن القرآن قد قتبه في مصحف الإمام بالرسم الأول بدون تنقيت بدون نقط ولا شكل يقول أني هذه الكتابة بالسوءة اتخيلوها بلا تنقيت وبلا تشكيل السع فكانت كارثة كيف تقرأ يقول يعني أني نحن لما ملاحظة أن القرآن قد كتب في مصحف الإمام بالرسم الأول بدون تنقيت ولا تشكيل لو نحن هذا الرسم أخذنا الماضي للمصحف وأزلنا عنه النقط والتشكيل سوف يكون لدينا الغاز طبعا وفي هذه الحال تزداد الكلمات عجمة على عجمة يعني تصبح صعوب صعوب على صعوب على التباس وتصير قراءة القرآن على الصحة مستحيلة أو شبه مستحيلة يقول من المستحيل أو شبه مستحيل أن تقرأ القرآن على شكل صحيح أو حتى الشبه الصحيح أنه أمر محال ذلك لأن القارئ فيه لا يستطيع أن يفرق بين لفظة يا صالح ولفظة يصلح بالظبط يعني أزلنا التشكيل وأزلنا التنقيت وأزلنا الألفات لأن رسمها مجرد من نقطة وشكل هكذا قبل أن تقرأ يا صالح وقال يصلح وكذلك وَلَا بَيْنَا لِيَسُوءُ وَلَيْسُوءُ نحن صار علينا الاحتمالين صح وَبَيْنَ صَفَاتٍ وَصَفَت rivi وَلَا بِينَ الْأَنْ وَلَا الْأَلَنْ الألٍ الألن 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 مكتوب omega الألن نعم ولا بين أبناء ولا بين أنب أمبو ولا بين البلاغ ولا بين جيئة أجياء ما ولكن الكارثة طبعا نفكري عندما نفكري بأني هذا الرسم بتعقيداته أزلنا عنه التنقيد نصبح في كارثة تصبح قراءة القرآن إذا لم تكن مستحيلة فيقول هي شبه مستحيلة بالضبط على الصحة بمعنى أني سوف القرى يقرأها على شكل خاطئ حطما طيب ناخد يعني أنا سايباكم حباء المشاهدين سايباكم وإنتوا تحكموا الكلام ده الكلام اللي جايبه ده ينفع أنتوا بتقرؤوا اللي مستعجبه أعرف يا مالك أنا مستعجبه في إيه أني ناس متعلمين جدا 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 بيقروا القرآن وكل يوم يقروا القرآن بيقروا الكلام ده وشايفينه ولكنهم واخدين بالهم وبعدين هم هم مش واخدين بالهم فعلا وبعدين لو حد من العيال اطلب منه أنه يكتب جملة من القرآن جملة قرآنية من اللي احنا اتعرضت دي وكتبها زي ما هي في المصحف هياخد صفر في الإملاء الصحيح صفر على طول فهي المعايير في ازدواجية المعايير خلينا نشوف مثال أمثلة إفرادية يقول عن سبيل المثال خلوني يقول أني أحيانا في القرآن في الكتاب الترسم عندنا زيادة ألف بدون أي مجب زيادة نقص الألف وزيادته بدون مجب هذا حال نموذج يعني عندنا نقص ألف وزيادته بدون مجب يعني لحط الألف هي أصلا مش لازمة الكلمة دي تتحط ألف والكلمة دي نقص ألف وهي المفروض تتحط ألف مش كده بردو نعم يقول وجعت في سورة الفرقاء كلمة وعتو بدون ألف وهي المفروض بتبقى بألف في حين أن في نفس السورة يوجد لفظتها أتو ودعو في ألف يعني ما حدش يقول أني ما كانش في ألف في الأيام دي لا ويقول وليس ثم تفرخوا في الحالتين يعني كلتا هما كل الحالتين ينطب عليهم نفس القاعدة إذا أتت أتو ودعو ألف وعتو ألف فالمفترض أن يكون طبعا أني كلاهما بألف أو كلاهما بلا ألف لكن عاتو جاءت بالألف وقتو ودعو بدون ألف يقول طيب هذا هالا عشوائية ولا غير عشوائية بالظبط كده يعني ليه ما تتحطش ألف السؤال هنا أخي مالك ليه وعتو ما تتحطتش أو الأخل في جميل حالات بالظبط يعني يعرف بيحطوا ألف يعني أتو ودعو بيعرف يحطوا ألف لكن ما حطوهش في الأولي هل دعي مال لا هو يفسر على شكل التالي الكتاب الأولى القرآن كانوا ينقصهم الخبرة اللغوية فهم لما كتبوا وعتوا أخطأوا ولم يكتبوا الألف وفي مكان آخر كتبوا صح لأنه ينقل إلينا الكتاب في الكتاب الأولى يخطأ معينه ولكن من قصية الحرف يبدأوا يكتبوا نعم نقلنا نقل المسلمون ما يوجد في القرآن بدون أي صحة أو تعديلات طيب هنا المثل دا كان نقص الألف وزيادتها بغير موجب نعم طيب المثال اللي بعد كده ما زلنا في إطار الألف لسه؟ نعم إطار الألف هو كماما وجاءت هون الطريفة في حالات وحالات تدوّخ بالنسبة له وجاءت في صورة فصلة فقضاءنا سبب السماوات أني يعني في صورة فصلة جاءت في ألف سماوات سماوات فيها ألف نعم في ألف ولكن بيحزف الألف الأولى بكلمة سماوات ألاتي بعد المين سماوات وأثبات الألف ألاتي بعد الواف في حين أنها محزوف الألفين في سال مصحف يعني لاحظي سموت سموت في سال مصحف بدون ألفين يعني بيعرفوا يكتبوا سماوات أهو نعم يعني في مكان كتبوا سماوات وحطوا فتحة عليها وخلوها تطنيط سماوات من غير الألف نعم ماشي طب إيه الفرق يعني هذه سموت شلوا الألف والألف في كل مكان في القرآن كتبوا في هذه الطريقة السماوات طمديتي تبقى ساموت سيموت ولكن فقط في فصلات أضافوا الألف يعني بيعرفوا برضو بيعرفوا يحطوا الألف يا جماعة بيعرفوا يحطوا الألف سماوات هي حطوها ويجم في صورة تانية أو في نفس الصورة بتاقيها في كلمة سماوات شايلين الألف فكلمين ساموت سماوات نتابع معه في النموذ بمعنى الحالة التاتية أو قراءة أو نموذج رقم ثلاثة يقول وهون الأمور كمان طريف وجهت في صورة نساء عند أقوله وبناتكم وبنات الأخي وبنات الأختي بإثبات الألف في لفظة بنات في هذه العبارات الموجودة في صورة النساء وبنات الأخي وبنات الأختي بإثبات الألف في بنات في حين أنه في كثير من مواضع المصحف محزوفة الألف تبقى بنت بنت بدون الألف ما في أي موجب ما في أي تبرير ألا طبعا تبرير العلم المنطقي أنا فرضا ومجموع من الناس كتبنا القرآن الأول دوانا فأنا عندي نقص باللغة العربي كتب بشكل خاطئ والآخر كتب أفضل مني ولكن عندما قدمنا المصحف محدش راجع عليه رفضوا رفضوا التغيير فيه بمعنى أصبحت نصة مقدسة ليس فقط كنص ولكن حتى طريقة الكتابة حتى لو كانت غلط نعم قدسوها آه وجاء في سورة الأعراف عند قولي تعالى قال يابن أمه هذا الآثار يابن أمه برسمة المعروف في الأملاح وهو الذي يفقها لا أقله أيضا يابن أم هذا كلما محدوث في سورة الأعراف هذا معروف ومفهوم بالظام غير أنه جاء في سورة ط قابسه قال يابن أم يبن أم يبن أم بهذا الرسم العجيب يعلق بهذا الرسم العجيب الذي لا يتفق مع الأمناء الحديث والأدماء القديم ولا من المقبل إلى يوم القيامة ولا حاجة خالص نعم يعني في صورة طاها اجت رسمة معاكس لما جاء كانت في صورة العراف يعني لا يوجد أي مبرر يعني في صورة العراف كتبت بطريقة معه وفي صورة طاها في طريقة أخرى ولكن الطريقة الأخرى عارف يا أخي مالك لما تنقش مع حد في الموضوع ده يقول لك أصلي ده الرسم العثماني يا عمي ما هو ما أعرف هو يكتب ابن أمه طب اكتبها في كل الحالات ابن أم يا ابن أم اللي تحت دي بقى ملها اللي في صورة طاها ما كانتش رسم عثماني كانت رسم عمري ما أسألا ولا ويقول أنه رسم عجيب لا يتفق إلى الأملاع الحديث ولا القديم ولا الأملاع المقبل يعني الراجل بيقول بهذا الرسم العجيب الذي لا يتفق مع الإملاء الحديث ولا القديم ولا الإملاء المقبل إلا يوم القيامة نعم هذا بنسبة له هذا النموذج هو نموذج يدلل لأشوائية والعقلانية كتابة المصحف والثبات على كتابة المصحف بالطريقة التي نقل إلينا هو يعني تمسك بالخطأ بالزبط فقط ممكن بمتسع من الوقت ممكن نزعب لنا مازج أخرى يقول طيب نحن عندنا الظاهرة كما في القرآن عجيب هي ظهرت رسم التاء مفتوحة في كلمات دون بعض لحظة يعني بمعنى رسم التاء مفتوحة في بعض الكلمات دون بعض يقول وجاء في صورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم من الله أعز كلمة نعمة هون التاء المأفول نعم هو يوجد خطأ لأن كلمة نعمة في القرآن اجت في هذا الشكل هون في خطأ مفترض تكون هيك يقول جاءت في رسم النعمة بالتاء مفتوحة كذا يعني في الرسم العثماني تاء مفتوحة في حيننا جاءت في صورة المايدة واذكروا نعمة الله عليكم بالتاء المأفول يعني في مكان والعبارة بالتاء المربوطة معنا لفظ الآياتين واحد والاختلاف لحظي اللفظين متشابهين في صورة بقرة واذكروا نعمة الله عليكم مفتوحة وفي المأيدة واذكروا نعمة الله عليكم نفس العبارة ولكن مربوطة بدون أي داعي بدون أي مبارة حتى العبارة نفسها تذكر ولكن في مكان مربوطة واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله نعمة مرة تبقى مفتوحة ومرة تبقى مقفولة نعم ايه الحكاية ورور نفس العبارة خلينا يقول مثلا هو عنده كمان ظاهرة بالنسبة للتاء المربوطة والمفتوحة وجهه في صورة الواقع وجنات النعيم بالتاء المفتوح يقول بالتاء المفتوحة أن هذه الوردة بالتاء المفتوحة هنا في حين أنه في سنة القرآن بالتاء المربوطة فقط في مكان واحد في صورة الواقع جاءت في صورة فتح وكله مربوطة كلمة دائما كانت يأتي جنات مربوطة فإذن يعني هو يستخلص بأن أنه في قصور في الرسم المصحف صحب وهذا عنده تبرير يقول بأن المسألة قائمة على الأساس أنه كتابة الناس الأميين تقريبا الناقصين المعرفي هم الذين نقلوا أينينا هذه النصوص بشكل حالي يقوله بالحرف الواحد وعلم الله تعالى أن هذا الرسم لم يناقض بعض وبعض يعني لماذا يقول الله يعلم لماذا الرسم يناقض بعض وبعض ألا لتوحم الكاتب للمصحف الأول وقصره في فن الهجائي وخطه يقول إذن يعني هو بيدفع عن المصحف عموما هو يفترض مصحف هو ينقد طريقة الكتابة طريقة الرسم هو لا يقول أنه يجب أن نصح طريقة الرسم الموجودة في القرآن الحالي أن هذا الرسم هو قاصر والسبب وأن الله يعلم أن هذا الرسم لم يناقض بعض وبعض بسبب إلا لتوحم الكاتب للمصحف الأول عنده أوهام وقصوره في فن الهجائي وخطي الشخص الذي كتب القرآن الأول أو الأشخاص الذين كتبوا القرآن الأول هم أناس الذين هم قصور في علم الخط وفي الهجائي وآخر عبارة ممكن نختم فيها ولو تسألنا هل وضع المصحف ليقرأ أو ليكون رمزا يتسأل ويظل طلصما يتنقل القرآن وحدهم وليقونونه لمن يريد تلقنه ممن يتزلف إليه بمالي ونفسي ويمنعونه عمن يريد ممن لم يرزق جاها ولا مالا فقط هو يريد أن يقول أنه يجب أن نعيد النظر في ثوابتنا حتى الدينية آه يصححوا المصحف يعني نعم شكرا أخي مالك شفتوا يا جماعة بس أرجوكم اعملوا اعملوا الاختبار ده لأي عيل جيبوا من الآيات اللي احنا جبناها دلوقتي ها هشوفوا الحلقة وجيبوا الآيات دي وقولوا مالوا للولاد كون ولد شاطر كده ومالوا الولاد كده هتبصوا تلاقي الولد كتب بطريقة أحلى اللي موجودة في القرآن أرجوكم ومرة تانية خليه يكتب بطريقة اللي هو موجودة في القرآن وشوفوا الولد هياخد صفر بالسلس والناس المتثقفين اللي بيقروا المصحف يوم ملك ورؤساء وكل الكلام ده ما خدوش بالهم من الكلام ده ولا هو على قلوبهم أقفال أشكركم جزيلا ونشوفكم في الحلقة القادمة من القرآن دراسة وتحليل اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن